أهلاً وسهلاً بكم في قناة تعلم مع آدم وإيادة نتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة في إطالة استعداد لفروض الدورة الثانية الفرد الثاني للدورة الثانية أو فروض المرحلة الرابعة بالنسبة للمستوى السادس نشوف نموذج للفرد الثاني الدورة الثانية مادة الانشماعيات للمستوى السادس نموذج عثقاء على شكل بدء في صندوق الوصف إذن نخدمكم كون تربية المدنية إذن ألاحظ صور جيداً ثم أجيب على الأسئلة الآتية إذن صور تمثل ملاعب القرب إذن اطلاق من هذه الصور سنحدد ما هي المهام التي تقوم بها الجماعات المحلية إذن هنا إحداث الحفاظ على النظافة كما كتبيننا في الصورة تهيئة المساحات الخضراء والحضائق إذن هنا بناء ملاعب القرب تنظيف الطرقات الإنارة العمومية والتهيئة العمرانية نكتب هذه المهام إذن بالنسبة المهام التي تقوم بها الجماعات المحلية الحفاظ على النظافة إذن الحفاظ على النظافة الحفاظ على النظافة كذلك تهيئة مساحات الخضراء تهيئة المساحات الخضراء تهيئة المساحات الخضراء كذلك بناء ملاعب الطرب إذن الحفاظ على نظافات تهيئة مساحات الخضراء بناء ملاعب القرب بناء ملاعب القرب بناء ملاعب القرب كذلك تنظيف الطرقات تنظيف الطرقات تنظيف الطرقات والإنارة العمومية الإنارة العمومية إذن نكتب لكم جميع المهام التي يمكن أن تقوم بها الجماعات تقوم بها الجماعات المحلية وكذلك التهيئة العمرانية إذن التهيئة العمرانية إذن العمران إذن هنا سلينا السؤال الأول ألف ننتقل إلى السؤال با هنا بالنسبة لجماعة محلية تولي جماعة محلية سماما بالغا بالطفل واضح ذلك إحداث ملاعب القرب والحضائق العموميات والحضانة وريد أطفال إحداث المكتبات ومراكز الترفيه جمعيات لحماية التفل من سؤال معاملاء العمل على إدماج الأطفال في وضعية إعاقة في المجتمع إذن هنا نكسبه بعد الإسيمامات إحداث ملاعب القرب والحضائق ملاعب القرب والحضائق العمومية والحضائق العمومية والحضائق العمومية نعم كذلك الحضائق العمومية دور الحضانة ورياد الأطفال دور الحضانة ورياد الأطفال إحداث مكتبات عمومية إحداث مكتبات عمومية إحداث المكتبات ومراكز الترفيه مكتبات ومراكز الترفيه جمعيات لحماية الطفل ممكن نكتبه كذلك العمل على إدماج الأطفال في وضعية إعاقة في المجتمع إذن نكتفي بعد القدر ومتقلوا السؤال المواني إملأ الجدول بما يناسب الهدف من تنظيم الزيارات الميدانية الإجراءات المتخدة لإنجاح الزيارات الميدانية عند الهدف من تنظيم الزيارات الميدانية وسقل المهارات سقل المهارات سقل المهارات إذن هنا بالنسبة كذلك تعزيز المسؤولية الاجتماعية إذن تعزيز المسؤولية الاجتماعية كذلك التدرب على ممارسة الديمقراطية واتخاذ القرار إذن التدرب على استعمال الديمقراطية أو ممارسة الديمقراطية التدرب على ممارسة الديمقراطية ممارسة الديمقراطية وكذلك اتخاذ القرار واتخاذ التدرب على ممارسة الديمقراطية واتخاذ القرار المناسب واتخاذ القرار نعم إذا شوفوا الإجراءات بالنسبة لإجراءات المتخذة لإنجاح زيارة ميدانية تحديد الأهداف توزيع الأدوار تحديد الأهداف توزيع الأدوار توزيع الأدوار توزيع الأدوار كذلك بالنسبة يمكن الإجراءات المتخذة إعداد الوسائل اللازمة إعداد الوسائل اللازمة إعداد الوسائل اللازمة إذن إعداد الوسائل اللازمة نعم إذن بالنسبة كذلك يمكن توفير الوطائق والرخص الضرورية من القيام بزيارة إذن توفير الرخص والرخص الضرورية والوطائق إذن هذا بالنسبة كتبنا مجموعة دي الإجراءات التي يمكن اتخاذها من أجل إنجاح الزيارات الميدانية ننتقل إلى السؤال الموالي حدد أنواع المجالس المحلية وما هي البعض المهام التي يتولها رئيس المجلس الجماعي كي المجلس القراوي المجلس البلدي مجلس المدينة مجلس المقاطعة من مهام رئيس المجلس الجماعي إعداد الميزانية وإشتاك المواطنين في اختراح المشاريع وتنفيذها إذن نكتب إذن بالنسبة أنواع المجلس كي المجلس يعني في القرية المجلس القراوي مجلس القراوي إذن كي في المدينة المجلس إذن كذلك كي المجلس البلدي بلدية إذن مجلس البلدي كذلك كي المجلس المدينة في المدينة كي المجلس المدينة مجلس المدينة إذن ما هي المهام التي يتولاها رئيس المجلس الجماعي إذن مجلس كذلك نسينا واحد مجلس مقاطعة إذن مجلس المقاطعة مجلس المقاطعة مجلس يعني في مقاطعة ممكن أن تكون قليزي وإلى آخر إذن كنتم مجلس المقاطعة من مهام رئيس من مهام رئيس المجلس الجماعي مجلس الجماعي إعداد الميزانية إعداد الميزانية إعداد الميزانية إعداد الميزانية كذلك إشراك المواطنين إشراك إشراك المواطنين إشراك المواطنين في اقتراح المشارع وتنفيذية إذن في اقتراح المشارع في اقتراح المشارع إذن في اقتراح المشارع نعم إذن هذا بالنسبة لجواب للسؤال أنواع المجلس الجماعية وكذلك المهم التي تولاها رئيس المجلس الجماعي ننتقل إلى السؤال المولي إملأ الجذول وضع علامة زائد في الخانة المنتبة إذن من حق المواطنين اطلاع على محاض المجلس الجماعي لتعرف على قراراته نعم صحيح إذن منه زائد إذن دائما نحترم إذن التعليمات اللي عندنا مطلوبين نكتبه زائد وليست علامة إكس إذن نكتبه هنا صحيح محضر الشماع المجلس الجماعي يدون في عدد الحاضرين في الاشماع أو في الإجماع إذن نعم كذلك صحيح إذن علامة زائد في الجواب الصحيح جملة الثالثة مقرر الميزاني في الشماع المجلس الجماعي يتولى الكلام عن الأمور المالية نعم صحيح يتولى الكلام عن الأمور المالية إذن صحيح قلنا جملة الأخيرة المحاكات تعني كتابة حوار لأدوار معينة خطأ إذن هنا جواب خطأ إذن هذا ليس التعريف دي المحاكات محاكات السيميلاسيون إذن هنا جواب خطأ إذن بهذا نكون سرينا تصحيح دي التربية على المواطنة أو التربية المدنية بالنسبة للمستوى السادس نتمنى أن نكون تتقوم شكرا وإلى اللقاء